الجثوم هو الإصابة بحالة من الاختناق وعدم القدرة على الحركة في أثناء النوم وقد وجد له أكثر من مسمى مثل شلل النوم وقد يصاب الكثير من الأشخاص بالجثوم أو شلل النوم خاصة عند الذين يعانون من مرض الصداع النصفي أو حالات انقطاع النفس الانسداد أيضا أو الانسداد النومي وحالات الإطراب والقلق وقد يصاب به العديد بلء والكثير من الأشخاص من دون وجود أي أسباب أو أمراض للحديث حول هذا الموضوع تنضم إلينا هنا في الأستوديو الأستاذة هالهلال اختصاصية نفسية يسعد صباحك سيدة هالهلال طبعا بداية خل النوه المشاهدين المعروف عندنا كتسمية في ليبيا بلج التامة فنبو حني شم تعريفة كمصطلح يعني خلنا نقوله علميها أو ما هو شلل النوم هو بالضبط اسمه بالشكل العلمي شلل النوم هو حالة بتوقف فيها بيكون بين النوم الحالي ما نحن نقوله هو الغماس التام بالنوم وبين الاستيقاظ فهو بهذه اللحظات في عنده شلل بالعضلات ما بيقدر يحركها بيفتح عيونه بيقدر يشوف كل شيء ويسمع ويحس بس هو عضلاته بتوقف فهي بتجي نتيجة نحن لازم نفهم النوم شلوم بيصير في مرور مراحل للنوم بأحد هاي المراحل في شيء من قلله نحن الأول شيء بيبلش بالقشرة الدماغية هون بيبدأ العقل يصور صور يكون فيديوهات أصوات للحلم تمام في البعدين بيصير شيء اسمه الحبس الحسي نحن بهذه الحالة بالنوم بيصير إذا حد بفتحنا عيننا بهذه الطريقة نحن ما منشوف إذا بيلمسنا إذا بيحكي معنا بالعتب العادية طبعا من الأصوات العالية نحن ما منسمع المرحلة الثالثة بالدماغ بيرسل رسالة النخاع الشوكي بهي أنه يوقف كل عمال عضلات الكبيرة ما عادة طبعا الحجاب الحاجي للتنفس مشان هاي العملية ما بتوقف سواء نايم أو فايل باللي بيصير بالشلل النوم نظامين من هاي الأنظمة بتتفعل ونظام الثالث بيضال شغال النظامين اللي بيتعطلوهن الإحساس يعني هو بيدقر فتح عيونه ويشوف من حواليه وهو بيقدر هاي الصور الحلم بينقطع عنده وبيتحول بصير يشوفه تكتهيئات بالواقع أما الحالة الثالثة اللي هي النظام الثالث اللي بيكون فيه واقف العضلات والأيدي والرجلين فهي بتضل شغالي لذلك بيجي شي نحن نسميه شلل النوم فمن هون اجت تسميته بأنه هو بيدرك من حوله بيشوف العالم من حواليه بس بتصاحب هاي هي الهلاوس الكبيرة أنه هو لا شك أنه هي كتير مرعبة للشخص فهون بتصاحب الهلاوس بيصير الحلم ويكمله على الواقع بإضافة للصور المخيفة الموجودة بذاكرته يعني حسب كل بني آدم إذا أفلام رعوب إذا شخصية بيخاف أنه هو بيصير تهيئ له وجودها أما بالواقع هي ما بتكون هيك هي بتكون مرحلة انتقالية بس يعني ما قدر تستيقظ هل أو ثلاثة أنظمة يوقفوا بشكل الطبيعي والاستيقاظ العادة ثلاثة أنظمة يوقفوا مع بعض هون الخلل بيصير أنه نظام يوقفوا ونظام التالي يضع الشغال يعني بعض الأشخاص يحس كأنه خيال ينحط عليه فترة ما يكون هو رق هذا لا دا يعتبر هو يعتبر تهيئ بالنسبة لي تهيئ هو اللي بيصير أنه نحنا الشيء الشغال عنه اللي عم يثبتنا وجودنا هو التنفس نتيجة الخوف بيصير كل الاستخدام لهذا الجهاز فهو بيصير يحس بديئة للصدر فهو عم يتهيئ له الصورة اللي بتخوف الموجودة عنده فبيصير يحسه عم يضغط على صدره أو هو من هون إجا مصطلح الجاثوم إنه شيء زائل سلم على صدره بالفعل فهو تهيئ واضطراب بالتنفس بيصير عنده نتيجة الخوف حتى يعني إن كان ما في هذا المرض إذا ارتعب الواحد بيصير تنفسه بطريقة غير التنفس العاد نتيجة هذا الخوف بيصير يحس بهذا الضيق بالتنفس ولأنه كل اعتماده هلأ جهاز التنفس اللي يثبت له أنه عايش يعني هي لحظة كتير مرعبة وكلما كان عندنا خوف أكبر مننا وتهيئات عقلية كلما كانت مدة أطول يعني هي ممكن تجي للثواني ممكن تجي تكمل للدقيقتين وثلاثة فكلما كانت تهيئات أكثر والخوف أكبر ومنا نحن ممرين بهالتجربة ومعرفة عن ما يصير معنا كلما كانت المدة أطول لو تحدثنا يعني عن المدة بعيدا عن الساعات هل في بعض الأشخاص يعانمنا شبه ليليا يعني وصلت عندها حالة أنه يطعب أنه يرقد مظبوط هو التكرار هلأ نحن منقول أنه هاي الحالة إذا صارت مرة كل سنة أو يعني بحالات نادرة فهي مثل ما تروح ما في داعي أبدا لنخاف منها ولكن التكرارهم لازم نحن نلجأ لطبيب في كتير شغلة مهمة أنه نحن لازم ننتبه أنه ما عنده المرض ونحن نقول له النوم القهري هو أحد أعراضه شلال النوم في حال تكراره ممكن هو مؤشر لأنه عنده النوم القهري النوم القهري بيكون له كتير أعراض من بينات شلال النوم أحيانا بيكون هو بقمة حيويته فجأة بلاقي حاله نصيب بالخمول والكسل فهذا أحد أعراضه لازم يتم تشخيص أنه نستبعد النوم القهري لنعرف الحل إذا كانت القصة بالشلال النوم فهي حل والعلاج تبع أسهل بكتير أنه يكون في تداخل لأمراض تانية لأمراض نفسية وربما الأسباب التي تؤدي لهذه الحالة ما هي؟ هو أسباب العلمية مباشرة ما تم وضعها بشكل ضغير ولكن الأسباب الغير مباشرة أو اجتماعها كلها مع بعضها بيؤدي لشلال النوم أول شيء هو بيكون انحرام من الحال من النوم يوم أنا انحرم لساعات كتير طويلة من النوم هذا مؤشر لأنه أنا ممكن يكون السبب هذا الشيء عدم الانتظام بالنوم في ناس أغلب العاملين دام وشيفتات متقطعة مثلا فهنا أكثر عرضة للإصابة بهذا الشيء للأشخاص المصابين بالاكتئاب اللي هنين بيتناولوا حبوب مضادة للاكتئاب هي هي الحبوب هي مثبتة للنوم الحالي في حال توقفت بشكل مفاجئ وأنه في هون أحيانا بيكون المريض الاكتئاب بيقول أنه إذا هو وقف الدواء كل يام فأنا خلاص طبط وأنا ما عاد بالديب فهو مو هيك أنت طالما أخذت الدواء لجرعات لازم ينسحب منك الجرعات اللي بيوقف الدواء بشكل مفاجئ ممكن تصير معه هاي الحالات لأنه كان هذا الدواء بمثابة منوم له أو مهدئ فهو سحبه فجأة من الجسم فبالتاني ممكن تصير معه هاي الحالات في حالات تانية مثل نحن نقول له الاكتئاب ثنائي القطب أو الاضطراب ثنائي القطب هون بيصاحب هون هذا المرض هو بيعمل أرق فمنرجع عن نفس النتيجة الانحرام الحاد من النوم في يوم يصير في الحرام ما في تنظيم الأكل بشكل كبير والنوم على الظهر كمان من أحد أسبابه لازم النوم على الجانب الأيمن لازم يكون آكل كتير لذلك كل هاي الأسباب اجتماع بتقدم أحيان بيكون نتيجة موسيقى صاخبة هو بيسمع هاي كمان قبل النوم بتزيد الشحنات بالجسم هذا بتأثر كتير كمان عليها وإذا كنا نجتمعين كلهم بنفس الوقت فهون حتى ما بدوا يحدث الأعراض أعراض هو الشخص هي ما بتزهر لأعراض قبل النوم أو نعرف أنه هذا الشخص لا هو الشخص أثناء أنه بصير معه الشي اللي ذكرنا بتعريف أنه بيحس إيدي مشلولين رجلي مشلولين عم تهيأ له وجود أشباح أو صور مخيفة أو حدا عم يخنقوا فهو الشخص هو اللي بيعرف يعني ما أنه مثل باقي الأمراض أنه نحن نشوف أعراض عليه أنه هو بالليل لا هو بحظتها بس بيحدث الأعراض يعني متى تحدث بالتحيط هل هي تكون في ساعات النوم فقط أم عادي يعني حتى سير النهار لا لا حسرا بساعات النوم والنوم العميق أيضا مو النوم نحن نقول هي مرحلة انتفال من النوم عميق لإستيقاظ فهي المرحلة ما تمت ما كملت فهو نوم والنوم عميق أيضا لازم نقول